ساعة عن مغادرة أولى السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية من أوديسا نحو مرفأ طرابلوس بمجبئ اتفاق اسطنبول بدأت ارتداداتها تتجلى سريعاً لتسجل بورسة شيكاغو تراجعاً في أسعار القمح إلى المستويات التي كانت عليها قبل بداية الحرب في انتظار خروج باقي السفن والمقدر عددها ب16 سفينة وفق تقديرات كييف ولعل ما يزيد من التفاؤل بشأن تراجع أسعار القمح ارتفاع انتاج الولايات المتحدة من القمح خلال العام الجاري بنحو 5% وترجع الاستهلاك العالمي من القمح بنحو مليون طن خلال العام الجاري إلى زياد من 780 مليون طن حسب توقعات وزارة الزراعة الأمريكية التقرير توقع أيضاً أن تتمكن كل من الأرجنتين روسيا وأوزباكستان من زيادة صادراتها خلال العام الجاري وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة فاو إلى أن مؤشر أسعار الغذاء العالمية ترجع إلى 154 نقطة مقارنة بشهر ماي المنصرم لكنه ما زال مرتفعاً بنحو 29 نقطة عن مستوى في نفس الفترة من العام الماضي ورغم كل المؤشرات الإيجابية التي تدعم احتمال انحصار تذخم الأسعار إلا أن عزمة الغذاء العالمية ما زالت بعيد عن الحل وربما ستظل واحدة من الهواجس التي ستشغل الحكومات خلال الأعوام المقبلة بسبب التغير المناخي وتداعية على الانتاج الزراعي على غرار الهند والصين أكبر منتج للقمح عالمياً والتي تشير التوقعات بترجع انتاجها من القمح بفعل الجفاف والفيضانات التي شهدتها ويتوقع أن يترجع انتاج القمح العالمي خلال الموسم 2022-2023 إلى زياد من 775 مليون طن وهو أول ترجع في أربع سنوات مع انخفاض محتمل للمخزون الاحتياطي العالمي إلى 267 مليون طن وهو أدنى مستوى له في ست سنوات اترجاع انتاج القمح في جهاز فهمت منتاج للوشفى